موسيقى اهلا بكم ما اكد رئيس اللجة الامنية بسرط اسماعيل عبدالعال مقتل ستة من شباب المدينة صباح اليوم نتيجة الاشتباكات المسلحة بينهم وبين ما يعرف بتنظيم الدولة واضف عبدالعال قناة ليبيا لكل الاحرار ان ما يعرف بتنظيم الدولة يحاصل المنطقة السكنية الثالثة من ثلاث جهات من اجل القضاء على الشباب المنطفض ضدهم مع قيامهم بحملات اعتقال واسعة لعدد من الشباب بالمدينة وناشد عبدالعال رئاسة الاركان التابعة للمؤتمر الوطني والثوار في كافة مدن ليبيا بالاسراء في ارسال الدعم العسكري الى شباب سرط الذين يخضون الان حربا شريسة ضد التنظيم حسب وصفه هذا العدو الذي يهاجم كل الوطن وهو عدو استراتيجي ومهم واحتقد ان على الايام القادمة يستطيع واما من ناحية العسكرية ستظل الضربات متواصلة الى حين انهاء هذا التنظيم لا نستطيع ان نؤكد ما هي النتائج لاننا نحن مازلنا في بداية العمليات اهلا بكم مشاهدين نناقش هذا الخبر وابعاده مع ضيوفنا عبر الهاتف من سرطة رئيس اللجنة الامنية بالمدينة اسماعيل عبدالعال وعبر الهاتف من مسرطة الصحفي محمد عقوب وعبر السكايب من القاهرة المحلل السياسي والعسكري عادل عبدالكافي عبر الاقمار الاصناعية من طرابوس الناشط السياسي سليمان البراصي اهلا بكم جميعا وابدأ مع السيد عقوب وفق المعلومات التي لديك ما هي اخر تطورات الميدانية بخصوص عملية تحرير سرط سيد عقوب نعم المعارك لحد الان لازالت متواصلة بين تنظيم الدولة الاسلامية في الحي رقم ثلاثة وبين ثوار مدينة سرط الذين انتفضوا قبل يومين وبدأت مع الانتفاضة عملية تحرير مدينة سرط من قبل السوار والقوة العسكرية تحديدا القوة العسكرية بالمنطقة المسطة السيد عبدالعالي وجه نداء عاجل إلى حكومة طرابوس لإدراك انتفاضة شباب سرط قبل ان يقضى عليها من قبل التنظيم المتطرف ايضا اوضح السيد عبدالعالي وقال بان المعركة الان تدر داخل الحي رقم ثلاثة وان داخل الشباب هناك الذين يقاتلون هي قد بدأت في النفاذ او على وشك النفاذ وان لم تتضاخل هناك اي قوة من الخارج لن يفضل اكثر اكثر من ذلك المعركة الى حتى الان كما ذكرتم او اوردتم في هذا الخبر قد خلفت ستة قتلى وعيد المدينة اذا ابقى معنا سيد عقوب خذ التحق معنا اللحظة رئيس اللجنة الامنية بالمدينة اسماعيل عبدالعال سيد عبدالعال كيف هو الوضع الميداني اليوم في سرط السلام عليكم وعبدالله نحنيك اخي العزيز حي الطيور اولا الح fer destru toggle مديرا محمد أهل سعيد نترحم على الشباب الذين سقطوا اليوم شهيد سقطوا في عصر هذا اليوم ما بين جرار يوصل بالمدفعية التقليل على الحي السكني رقم الثاكة والذي أصفر على مقتل الثمنتاشر السهيد هذا اليوم صراحة أصبحت قبله من الشهداء وللأسف الشديد يعني أقضحت وقرار جدا للقرار قرار عملية تحليل سرق نعتبر أنه بطيه جدا يعني قرار بدون دعم عسكري أربع أيام نتوقعنا أن اتفضت الشباب في السكنية التالتة توقعنا أن يكون القرار مدعوم بقوة عسكرية تحيط وتحاصر مدينة سرق حتى يتساهل الموضوع على الشباب وتنطفل باقي المدينة ولكن للأسف لم تنطفل مدينة سرق في الكامل وأصبح الأرضغط على منطقة يعني محاصرة أربع جهات من قبل التنظيم الإرهابي الذي يقتل بدون رحمه طيب سيد عبد العال حتى نتحصل منك على يعني ما هي الحصيلة جديدة هل من حصيلة جديدة لعدد من القتلى والجرحة في صفوف طرفي السرع الآن سؤال المنشهرية قوي نعم سيد العبد العال ما هي الحصيلة النهائية لعدد القتلى ذكرت 18 قتيلا في صفوفي من هؤلاء؟ في صفوفي شبابي سرد شباب السكنية التالتة بالأقص اليوم عصر هذا اليوم بسبب قصف المتواصل من سجر الأمس على منطقة محاصرة من أربع جهات أثر على مقتل 16 شهيد من سرار المنطقة اليوم نعم طيب سأعود إليك سيد عبد العال سيد عبد الكافي سيد عبد الكافي كيف تقرأ وطيرة النزاع بين قوات رئاسة أركان المؤتمر وما يعرف بتنظيم الدولة في اليوم الثالث من العملية لابد من تقدم لقوات رئاسة أركان العامة بعد أن يتم دعمها دعم جيد بعناصر قتلية سريعة الحركة بعد تحديد حتى لو أمكن تحديد أماكن وجودة من فقفات وقناصة وهذا يأتي من خلال طيران الاستطلاع أيضا من خلال العناصر الاستغفاراتية المتواجدة داخل المدينة لكن عموما هناك قطع جسيم تركبه في مدينة سرق وهو إعطاء فرصة وترك هذا التنظيم الإرهابي أن يتمدد ويتواجد في مدينة سرق مما سهل له السيطرة وخلق عوان وخلق أتباع وغيره واستقطب حتى من بعض القرى المحيطة لمدينة سرق فهذا كان خطأ حقيقي يعني ارتكب منذ فترة أيضا الأهالي الآن أمام مرحلة فاصلة في عمر هذه المدينة أما أن يتخلصوا من هذا التنظيم وينتفضوا عليه أم سيظل قابعين تحت رحمة هذا التنظيم ينكل ويعذب ويقطع أرزاقهم ولن تقوم لهم قائمة وستظل سرق مصدر الإرهاب أيضا لن يحدثنا ما في هذه المدينة ستظل القوات المحاصرة لهذه المدينة لن تستطيع أن تتقدم قطوات حاسمة في مدينة سرق نظرا لوجود المدنيين لأننا نحن أشرنا منذ لقائنا السابق لخصوص القصف المكتب ربما سهل هذا الأمر سواء كان من سلاح الجوي أو من المدفعية ولكن سيخلف الدمار ونحن لا نريد تكرار ما يحدث في بعض المدن وأخطاء الآخرين لأن أثق في حكمة وفي قدرات رئاسة الأركار العامة في طرابس من خلال التخطيط الجيد الذي سيمكنهم من اقتحام هذه المدينة لكن لابد من معاونة الأهالي لأن هذا التنظيم لن يسمح بمرور الأهالي بأمان من طوال قروج خارج المدينة لأنه يستخدمهم كدروع بشرية نعم طيب سيدة البراسي يعني سيدة عبدالعال أشاري النقطة هو وجود قرار بتحرير مدينة سرط ولكن دون وجود قوة فعلية حقيقية بالأرض كيف تعلق؟ أعتقد أن الخطأ حدث في سرط منذ انسحاب كتيبة 166 من فترة شهرين أو ثلاثة وتسليم المطار القذبية لتنظيم داعش المسؤولية الكاملة لما يحدث في سرط الآن تقع على رئاسة أركان حكومة طرابلس أو حكومة الأنقاذ رأينا ما يحدث في سرط منذ أكثر من سنة كان هناك ثوافد لأنصار الدولة الإسلامية في سرط السيطرة على المدن القريبة من مدينة سرط الكل كان يقول أن هناك أنصار للدولة الإسلامية في سرط حتى الدولة الإسلامية من الرقة كانت تقول أننا موجودين في سرط وكان الأخوة هنا يقولون لا هذه هؤلاء أزلام القذافي أو لا أعتقد أن الأخطاء كانت قديمة جدا والآن أهالي سرط تدفعون هذه الأخطاء للأسف سرط تعتبر مفرغة من السلاح لعدة أسباب ليس كمدينة درنة مدينة درنة يوجد فيها مجلس كتيبة مسليم المسلحة والتي ساعدة على طرد داعش من درنة بمساعدة الأهالي لكن في سرط عندنا وضع سيء أو غريب نوعا ما هو عدم وجود السلاح بنفس الكمية عند الأهالي الذين فرغوا من أسلاتهم من المدة الماضية أعتقد أن المسئولية الأخلاقية والأدبية تقع على حكومة الأنقاذ في طرابلس يجب تنصيق حتى مع رئاسة الأكان في حكومة الثني لوضح حل سريع لمدينة سرط التي تعتبر منطقة حيوية في ليبيا حيث هي مفترق لطرق بين الشرق والغرب والجنوب وبوابة إلى الحقول النقضية سيد عبد العال أعود إليك ما هي آخر التطورات بالمنطقة السكنية الثالثة الآن والله اليوم بعد القصة المتواصلة من فتر الأمس على منطقة السكنية من أربع اتجاهات أصبح الوضع جدا جدا المأساوي جدا جدا يعني القتلى في الشوارع الآن في منطقة السكنية الثالثة لا نصبح القتال داخل السكنية الثالثة ما بين التنظيم وشباب المنطقة يعني نحييانهم الشباب إلى حد هذه اللحظة وهم قاعدين يدافعون على منطقة السكنية الثالثة بالذاتة أنا أركز على السكنية الثالثة إن القتال الآن في المنطقة السكنية الثالثة ليس في منطقة طويلة وليس في منطقة كدواحة تامعة والله في وقت دوقه الآن التنظيم على مسارف يعني داخل المنطقة السكنية الثالثة وللأسف الشديد يعني الشباب يعني بدون لا عسكي ولا لجسي أبدا يعني ما فيش أي حاجة أبكي لحد غير طيب بحكم وجودكم في أعلى الميدان هل تلمسون تراجعا للتنظيم في سرط بشكل عام تراجع تنظيم يعني نعم البداية التنظيم تراجع يعني ولكن بعد ما جاء الدعم يعني الدعم جاء من النفلية والدعم جاء من إجتابية ويعني الأصبح خلاصة يعني هو جاء الدعم فكثر الضغط لأن يا أخي العزيز سرط لم تنطفد بالكامل سرط يعني منطقة الوحيدة هي التي تعاني الآن من داخل 85% من سكان سرط موجودون في بيوتهم لم يتحركوا أبدا جادي في موقع المتفرج والآن الضغط على المنطقة السكنية التالية والشباب في السكنية التالية يعني نعم 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 طيب سيد عكوب ما رأيك بما تفضل به سيد عبد العال حول أخر تطورات بالمنطقة السكنية نعم بتأكيد هي المعركة إلى حد الآن هي تدور داخل الحي رقم ثلاثة وأيضا هناك الحي رقم واحد والحي رقم اثنان المجاورين للحي رقم ثلاثة يعانون أيضا من قلة وجود الغذاء والدواع وأيضا هناك أزمة إنسانية ربما على وشك أن تحدث لو لم يكن هناك دعم ودعم وحقيقي أنا أقصد هنا للشباب الذين يقاتلون يعني فلول التنظيم تحديدا في الحي رقم ثلاثة الحقيقة التي يجب أن يعيها الجميع بأنه لا يوجد إلى حد الآن أي دعم ولو دعم ربما معنوي من قبل حكومة طرابلس هي ربما الآن تجري عرضا عسكريا في العاصمة طرابلس في ظل يعني وجود معركة حقيقية بين تنظيم الدولة وشباب مدينة سرد يعني لم نرى أي استنكار أو أي بيانة أو أي يعني خطوات ربما ستتخذ في الأيام القادمة إلا أنه هناك شباب من المنطقة العسكرية تحديدا المنطقة الوسطى تنادوا تحديدا شباب الكتابة 166 و154 وأيضا 211 تنادوا يوم الأمس وقرروا أن يتوجهوا إلى مدينة سيرتلي تقديم الدعم اللوجستي وتقديم الدعم العسكري للشباب هناك المنتفضون على تظهيم الدولة ولكن باعتقادي هذا لن يحدث إلا بارتحاق الألوية الأخرى للعسكرية تحديدا في المنطقة الغربية وأيضا أنا أعتقد بأن مدينة زجدابيا شرق مدينة سيرت باعتقادي أن توجد بها قوة عسكرية ربما ستحسم المعركة هناك يعني بشكل يعني عاجل ربما لم يتدخلت هذه القوة وأيضا القوات الأخرى المتواجدة في المدن المجاورة لمدينة السيرتلي سيد عبد الكافي كيف يمكن قراءة المواجهات بين مقاتلية التنظيم شباب المدينة هل معنى أن التنظيم بدأ يفقد الحاضنة الشعبية هنا بداية سيدي التنظيم طبعا يجب على سؤالك التنظيم لم يفقد الحاضنة الاجتماعية على العكس هناك حاضنة اجتماعية هناك تعاون مع هذا التنظيم من داخل مدينة سيرت وسبق أن أشار عدة ضيوف على قناتكم الكريمة لكن أريد أن أعرج على نقاط ذكرها أحد ضيوفك بخصوص الكتيبة 162 في السابق الكتيبة 162 عندما كانت تتقدم إلى مدينة سيرتلي يقصفها الطيران التابع لخليفة حفتر أيضا الآن يتكرر نفس السيناريو في مدينة درنة عندما يتقدم شباب درنة مجلس شورى درنة للقضاء على تنظيم داعش في منطقة الفتاح نجد طيران حفتر ومدفعية حفتر تقصف الشباب مما يؤشر وهناك معلومات مؤكدة وأريد أن أسمحها أيضا لضيوفك الكرام أن هناك التعاون نسمي من تحت الطاولة ما بين تنظيم داعش وما بين خليفة حفتر لأن الاثنين لديهم مشروع واحد وهو خلق الفوضى خلق خارطة الدم بليبيا هناك هناك عدم يعني أجندة لعدم استقرار ليبيا أيضا هناك نقطة أخرى أشار إليها أحد بيوفك بخصوص التنظيم وهناك من تكلم بالصابق أن هذا التنظيم سكت على هذا التنظيم إلى أن تماده واستمرأ في ليبيا هذا التنظيم تعاون مع أنصار النظام السابق وهذه معلومات نحن نتحدث من خلال معلومات مؤكدة ضباط استخبارات ضباط كتاب أمنية رجان ثورية حرس ثوري تعاملوا مع هذه العناصر منظومة القذيفة ونحن نتحدث عن الذين ارتكبوا جرائم وليس من مصلحتهم استقرار ليبيا فتعاونوا معهم لأن الهدف واحد بالنسبة للتنظيم تواجده في ليبيا التنظيم الأم أنكر أي صلة له بهذا التنظيم المتواجد في ليبيا لذلك نحن نحتاج إلى مركز دراسات ليؤكد ما هي تقيبة هذا التنظيم هي مجموعات متشددة موجودة في ليبيا لديها 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 توجه للعنف وعدم الاستقرار وفكرة الدولة مع أن فكرة الدولة في ليبيا لن تنجح ولا في أي دولة لذلك الآن نحتاج إلى أدوات هامة وهي التعاون مع الدول الإقليمية من أجل مكافحة هذا التنظيم سواء كان في ليبيا في مصر في التونس في الجزائر في الدول الأفريقية من خلال تعاون عن حكومة وضحت الفكرة سيد عبد الكافي أذهب إلى سيدة البرصي سيد عبد البرصي يعني كيف تفسر هذا البطء في دعم أهالي مدينة سيرت في عسكريا أقصد رغم إطلاق العملية إعلاميا إطلاق عملية تحرير مدينة سيرت التأخر ليس من مناصرة أهل مدينة سيرت اليوم فقط التأخر منذ أشهر منذ السماح بوقوع مدينة سيرت في يد تنظيم داعش من حوالي شهرين أو ثلاثة هذا هو التأخر لا توجد خطة حقيقية لمجلسي الأركان سواء كان في بيضة أو في طرابلس لوضع خط التحرير سواء كان درنة أو سيرت هنا المناكفات السياسية هي المتحكمة في المشهد العسكري الليبي لستم من أنصار نظرية المؤامرة لستم من أنصار نظرية حفتر وداعش والكرامة بوتقة واحدة أتمنى أن ننظر للأمور بوطنية أكثر وبتحييد أكثر للمخاطر الموجودة على الأرض الداعش موجودة منذ أكثر من سنة الآن أعلن عليها رسميا في سيرت وفي درنة والآن جزء كبير منهم في بنغازي يحارب هذا كله سيؤدي إلى صراع متفاقم ولن يحل هذا الصراع إذا قام كل طرف برمي الاتهامات للطرف الآخر بدون مساعدة الأهالي سواء كان مدير درنة أو مدينة سيرت الحل الحل هو مساعدة إلى العسكرية العاجلة وخاصة من المنطقة الغربية التي قربها مدينة سيرت قضع خطوط الاتصال من جنوب مدينة سيرت بوهادي ومن شرق مدينة سيرت من عند النفليين كل هذه هي يؤدي إلى حصار داعش في سيرت داعش ليست بالأعداد الكبير في سيرت ولكن استعمال استعمال العنف واستعمال التهويل والترويع هو من وعدم وجود أسلحة هي المدينة الوحيدة وضحت الفكرة سيد المواطنين وضحت الفكرة سيد المواطنين ودعني أنتقل إلى سيد عبد العال ما دقت الأنباء سيد عبد العال التي تتحدث عن دخول طيران عملية الكرامة على الخط في المواجهات بسيرت الله يخذ فاضل الطيران كان مكثف في الأيام الماضية اليومين الماضيين ومن علمش أنه كان هذا طيران رئاس تركان أو طيران عندنا نحن لما نعطي السلسيات نتعامل مع طيران رئاس تركان تابع الموت الوطني ولكن من علمش أنه هناك طيارة تابع لي حفتر أو تابع لي راس الله أعلم من علمها ما ديس حد ذلك بالصبط يعني ولكن في السابق السابق وبعدلة يعني أن طيران حفتر كان يقصد في الكتيبة 166 عند توجدها في بشروع خزان النهر وهذا بالدليل وأنا ممكن وفيكم حتى بالفيديو يثبت هذا يعني لكن طيران فجريبة عندما كان يقصد في التاعث وقدوغو وكان يقصد في تمركزات التنظيم داخل سبت قبل شهور يعني كان طيران حفتر يقصد في شباب الكتيبة 162 وفي بواحي الكتيبة هل لديك معلومات عن توغل تنظيم الدولة في الأطراف الجنوبية الشمالية في المنطقة السكنية الثالثة أكيد يعني الآن التنظيم خلاس داخل المنطقة رئيس لجنة الأمبنية بالمدينة يسماعيل عبد العال شكرا جزيلا لك سيد عقوب كيف تصف الوضع الإنساني بسرط في ظل كل هذه للشباكات الأخيرة الوضع الإنساني كما ذكرت قبل قليل بأنه الآن على وشك أن تكون هناك كارثة إنسانية ربما تحدث في مدينة سرط نتيجة محاصرة تنظيم داعش لبعض الأحياء السكنية تحديدا الحي رقم 2 المجاور للحي رقم 3 الحي رقم 1 بحسب مصادر هناك من مدينة سرط ومصادر من سكان المنطقة أنفسهم هناك أطفال يعانون من حالات نفسية ربما ويأخذون بعض زرعات الدواء التي هي لم تعد متوفرة في المدينة منذ فترة أيضا السكان هناك من الكبار وغيرهم من النساء والشيوخ هم ممنعون من الخروج من الأحياء يعني يحاصرونهم أمام الأحياء السكنية هناك بحسب بعض السكان أنا أعتقد بأنه لم يتحرك المجتمع الدولي ربما أو حتى من المؤسسات نفسها هنا مؤسسات المجتمع المدني هنا في مدينة مصادر أو غيرها من البدن طبعا نحن على وشك يعني أن نرى كارثة إنسانية أو أزمة إنسانية ستحدث في مدينة سرط وأيضا لو طالت المعركة في ظل عدم وجود الأمسانيات وأيضا كما أشار السيد عبد العالي بأن ذخيرة الشباب هناك الذين يقاتلون التنظيم التنظيم هي على وشك النفاذ ولن يصمد أكثر من ذلك وأن سلاح الطيران لم يعد ذات فعالية بعد أن أصبحت حرب شوارع الآن حرب شوارع بكل تأكيد بعد التخاذ الذي رأيناه من الحكومتين وتحسين حكومة طرابلس يعني عدم تقديم أي دعم أو أي إمكانيات موجودة لدى الشباب الذين يقاتلون التنظيم العشر نعم نعم طيب سيد عبد الكافي كما استمعت لسيد عبد العالي تحدث عن أو أكد بالأحرى عن توغل يعني تنظيم الدولة في الأطراف الجنوبية الشمالية في منطقة السكنية الثالثة وأيضا أكد أنه الآن حتى أن التنظيم داخل هذه المنطقة الآن يعني كيف تعلق على هذه النقطة بالذات وكيف ولماذا أو هل بالإمكان أن يعني رئاسة الأركان تستغل هذه النقطة ويعني تدعم هؤلاء الشباب حتى يبدأ الهجوم خارجيا وداخليا سيد الفاضل طبعا أنا أحيي ذيوفك كرام وحبا السيد اسماعيل عبد العالي أن أشاد بي وذكر طيران حفتر قصف كتيبة 166 وهذه من ضمن الأخطاء الكارثية التي ارتكبها هذا الطيار أو ذاك بخصوص أن سمح لهذا التنظيم بدأ أن يتمدد حتى لو كانوا أعطي أفلاها الأوامر لكن نحن نعلم أن الطيرين تعطى لهم إحداثيات فيتصرف بناء على هذه المعلومات لكن بالنسبة للدعم أو التقدم هناك السيد العقيدة علي الشيخي يوم أمس تحدث وأكد أن في خلال ثلاث أيام بإذن الله هناك قوات ستتقدم ويتم دعم القوات المتواجدة حول مدينة سرق لأن يا سيدي لا نريد تكرار سيناريو الإجرام الذي ارتكبه في مدينة بنغازي لأن حماية المدنيين لا تقل أهمية عن مكافحة الإرهاب وهذا التنظيم لن يترك فرصة للمدنيين للخروج من المدينة سيظل يستغلهم كدروع بشرية أيضا على خيار الآن والحل الوحيد أمام أهالي مدينة سرق أما أن ينتفذوا أو لا ينتفذوا أيضا هناك أحد ضيوفك أشار أن مدينة سرق خالية من الأسلحة أحب أن أؤكد لضيفك أن مدينة سرق ليست خالية من الأسلحة لدي المواطنين هناك نحن نعلم ما يحدث في مدينة سرق أيضا بخصوص رئاسة الأركان العامة للتقدم بقوات على الأرض نحن تحتاج إلى خطط استراتيجية لا تكون خطة تكتكية كالتي ارتكبها قليلا أفتر في بلغازي إذن سيد عبد الكافي وضحت فكرتك داري أختم مع السيدة البراسي هل تعتقد أن الصوتات في شرق البلاد قد تمد بدورها يد العون لمساعدة هالي سرط في معاناتهم الحالية أعتقد لو في هناك تواجهة استراتيجية وتفكير استراتيجي يجب عليهم دعم مدينة سرط القضاء علي داعش في سرط سيساعد على القضاء في داعش في درنو وعلى داعش في بنغازي أعتقد وهو واجب وطني هذا واجب وطني ولكن حسب المؤشرات سيد البراسي حسب المؤشرات هل تبعت ذلك أم لا حسب المؤشرات نعم يوم أمس ضيران رئاسة الأركان في الحكومة الثانية قام بقصف بعض التمركزات لداعش في سرط ولكن أتفق مع سيد عبد العالي الذي قال أن الضروات الجوية فقط وحدها لا تنفع لن تجدي الآن الحل هو الوضع العسكري على الأرض لا أعتقد أنه سيكون هناك اهتاب من المنطقة الشرقية تقوم قادرة على القدوم إلى سرط ولكن يمكن قطع الامتدات في مدينة جدابية والنفليين والمنطقة الشرقية من مدينة سرط ولكن الالتزام الأدبي والأخلاقي أعتقد يلقى على عاتق حكومة طرابلس أكثر من المنطقة الشرقية شكرا جزيلا لك وبهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من خبر وبعد نشكر كل ضيفنا كان معنا عبر الهاتف من سرط رئيس اللجنة الأمدية بالمدينة إسماعيل عبد العال وعبر الهاتف من مصراطة صحفي محمد عقوب عبر السكايب من القاهرة المحلل السياسي والعسكري عادل عبد الكافي عبر الأقمار الإصناعية من طرابلس النشط السياسي سلامان البلعصي تقبلوا تحياتي في أمان الله ترجمة نانسي قنقر